وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصر على الوجه الأمثل جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة تطوير استفادة مصر من الثروات المعدنية حيث شدد رئيس السيسي على انتهاج أفضل أسليب الإدارة الحديثة والحوكمة وتقنيات التكنولوجية المتطورة على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من الثروات المعدنية ويسهم في تعزيز الخطط الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني وصالح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول تطوير استفادة مصر من احتياطيات خام التنتلم ويعد أحد العناصر النفيسة والنادرة التي تستخدم في العديد من الصناعات المتطورة